الحديث هنا عن الهداية والهداية هي هداية القلوب وهداية العقول وهداية الضمائر هداية العقول وهداية القلوب وهداية الضمائر ليست محتاجة إلى نور الشمس الحسي إنها تحتاج إلى نور الفطرة إنها تحتاج إلى نور القبول والإخبات في العقول وفي القلوب في الوجدان وفي الضمائر الحديث عن الإشراق هنا وعن الإنارة عن الإشراق والإنارة في النفوس في القلوب فهناك قلوب مزهرة وهناك قلوب مظلمة قد انطمست فيها الهداية هناك قلوب لا يصل إليها النور ولا يخرج منها النور وهناك قلوب مشرقة عامرة بالنور تشع نورا هذا النور تهتدي هي به وتهتدي قلوب أخرى بنورها أيضا كما في أحاديث أهل البيت التي تتحدث عن القلوب التي تكون مفعمة بمعرفة الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين والله يا أبا خالد كما يقول إمامنا الباقر في الرواية التي يرويها شيخنا الكلين في الكاف الشريف في الجزء الأول من الكافي والله يا أبا خالد لنور الإمام في قلوب المؤمنين أنور من هذه الشمس المضيئة نور الإمام في قلوب المؤمنين أنور من هذه الشمس المضيئة هذا هو النور الذي أقصده في كلامي من أن الهداية هي السير في الطريق المنير